أكد مفاوض إسرائيلي بارز أن عشرة الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب قبل إطلاق سراحهم جميعا وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن إسرائيل لا يمكنها أن تترك الرهائن في غزة لفترة طويلة فهم يواجهون خطر الموت على حد تعبيره لافتا إلى أن معظمهم محتجزون لدى حماس اشتركوا في القناة